هي قضي انا قضي ايه؟ انا فاهم انا فاهم فاستغربوا فقلت لهم لا اما انا اصلا بفهم في الموضوع بها الرياضة لكن انا مش انا داخل الرياضة من باب الاهل الكبير فما يحد فيش حاجة تخش جنبه والكبير بيبدل ترامه كبير الحمد لله طيب الحمد لله على نعمة الاهل الحمد لله هل انت متعصب ولا عاشق النادي الاهل وفرق بين التعصب والحب ايه؟ لا شعره لا هو التعصب تطرف وانا لا اراني متطرفا الا في حب الاهل انا متطرف في حب الاهل لكن المحب ينعكس حبا على الاخرين ولا يمكن ان ينعكس كراهة كويس انت يعني متمن النادي الاهل نعم وبتقولي التعصب ده يعتبر تطرف صحيح بس ايه حد بيسمعك دلوقت هيقولك الله ده الاستاذ الحمد عزي دينه متعصب اول النادي الاهلي لا محب 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 بشدة لكن انا ليه اصدقاء واخارب وزمالكاوي ما بتأثرش علاقاتك بهم بسبب النادي الاهلي بالعكس اه يعني انا فيه درجة خرابة تربت بيني وبين الدكتور كمال درويش يا سلام اه الي الدكتور كمال درويش اه اه أنا لا أكره إنسانا لكني أحب الأهل لقد أنت قصة قصة كبيرة طب لو جيت قلت لك مثلا أنت غيرت بيت شعر بتاع نظار قباني عشان خطر جدا للأهل هل ده في عرف الشعر والكلام ده كله لما بتشيل كلمة مكان شعري الكبير نظار قباني وبعد كده بتطط كلمة مكان كلمة ما أنت بتغير بيتي الشعري نفسه لا 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 ده دي إيه اسمه معارضة شعري ها هدي معارضة شعري نعم مش أنا بغير والدليل أنا قلت يقول نظار شيلوا كلمة هو بقول الحب في الأرض مش نظار اللي بيقول إنت اللي بيقول نعم نظار قال الحب في الأرض بعض من تخيلنا لو لم نجده عليها لاخترعناه فأنا بقول شيل كلمة الحب وحط الأهل سيستقيم المعنى طب ما تحط النادي تاني كمان لأنا تقلي في الأرض بعض من تخيلنا لو لم نجده عليها لاخترعناه طب ما فيه مثلا هيجي واحد مشجع زملكاوة أو اسماعلاوة أو التحداوة أو الترساناوي حيقول لك حط مكان الكلمة الحب دي حط الإسماعيل أو الزمال لا توجد كلمة واحدة تصلح سوى الأهل تتشل الحب تحط الأهل لأن الأهل هو الحب نعم وأنا أحب كل الأندية يعني أنا أنا من المنصورة لا أنت مش بتحب كل الأندية أنت أنا أقول لها لك أنت متعصب أهلاوي أوي لا من كتر حبك للنادي الأهلي لا ممكن تعمل أي حاجة قلها محب لك آه طبعا طب من أبهو أنا أتمنى أن يكون الأهل على القمة فوق كل القمة وأصنع كل ما أستطيع من أجل أن يتحقق ذلك نعم لكن أنا أحب الأخرين وما لا إحنا حنتصيط على حس مين كده دخلتنا في حتة تانية خالص إيه ده أنا بقول لك كلام منطقي طيب يومك بيبدأ إزاي لو في ماتش في مباراة لنادي الأهلي مباراة مهمة يومك بيبدأ إزاي يعلموا الجميع أنه اليوم اللي فيه مباراة للأهلي كل المواعيد بترتبط بمعادل المباراة المباراة إنت هل المباراة متأخرة فأحاول أخلص شغلي بدري عشان أروح ونام ساعتين ثلاثة عشان أصحى وعفاي لأهلي بش أطرف تنام أنت هتبقى بعمل تفكر لا 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 الأهلي دوما يمنحهم الأمل والثقة والذي يشعر بالثقة ينام ملء جفنين لا أنا أقعد مع بها اليسوف بقى أنا بش أخلص النهاردة بش أخلص النهاردة يعني النادي الأهلي أنا بعتبره كده يعني وممكن ده بش تعصب والله لحاجة أنا بعتبر النادي الأهلي ده مصدد للسعادة مش للكرة المصرية بس لا للرياضة المصرية لأن فيه يعني بصت نور كده شعاع طالع أو سبوت طالع من حاجة من نظم كتيرة قوي في الرياضة المصرية ما لاش صلة بالرياضة المصرية النادي الأهلي هو اللي بينور في الحتة دي عشان كده سبحان الله مش عشان نسي حمد قاعد معايا لا أطفال صغيرين ما بتقول لهم أنت أهلاوة ولا زمالكاوة لا أسمعني يقول لك أنا أهلاوي ليه؟ ليه الطفل الصغير كده ما بيطلع بالفطرة كده يقول لك إيه أنا أهلاوي ليه أنت متخيل بيه؟ أنا عايز أقول حاجة مهمة جدا اسم النادي الأهلي في اللغة العربية الأهلي هنا صفة للنادي باقي أسماء الأندية مضاف إليه يعني إيه؟ أنت بتقول نادي المحلة نادي الإسماعيلي نادي كذا فده اسمه ده مضاف وده مضاف إليه يعني كلمة نادي بتاخد لها معنى مجرد أنه أضيفت للمعرف أما الأهلي فهو الوحيد اسمه صفة فهو النادي الأهلي هل دي جاد بالصفة؟ وكلمة الأهلي يعني الوطني هل اختيار الاسم ده جيب بالصفة؟ لا أنا أعتقد هو ده كلام ده من شانا اللي قلته بقى ده قاله كابتن حنا في باستان ولا تاخد لسبب ما؟ لا مفيش سبب هو هو الأهلي صفة فلازم الموصول في بقى معرف فأصبح النادي الأهلي ليس نادي الأهلي لأ النادي الأهلي هو بتقال كده طيب أنت قلت لكده في أحد موخلاتك أن النادي الأهلي هو توكيل للسعادة المصرية أو للكرة المصرية أو للرياضة المصرية بصفة عامة أنت على هي أساس قلت الكلمة دي ما فيها عندها تانية بتلعب بلغوية النادي الأهلي صاحب التوكيل الحصري للسعادة لجماهيره لأنه ما في ناس يعني ومنهم الزميل الصديق إبراهيم عيسى اعتبر أن شعار الأهلي فوق الجميع وده هتكلم فيها هو شعار نازي فأنا قلت هذا غير صحيح لأنه الأهلي فوق جميع أبنائه نعم الأهلي فوق جميع أعضائه هنا لازم إيه؟ في الحتة الفاضية دي نحط كلمة مصلحة ومصلحة يعني مصلحة الأهلي فوق مصلحتي جميعي أبنائي ملناش علاقة بالآخرين أنا ما قلش أنت وسطيني النقطة كده هتخليني بقى أسبق أن أتكلم فيها بعض الناس لما بتقولك أن النادي الأهلي تم التعاقد مع إمام عشور قلنا كده بصرحة كده يعني وقال لك فين المبادئ وفين المسل ده واحد أخطأ في النادي الأهلي والنادي الأهلي جابه أنت قلت كلمة دلوقتي لما بنقول الأهلي فوق الجميع الأهلي فوق أبنائه داخل إطار النادي الأهلي مش فوق الدولة ولا فوق رئيس كذا ولا كذا ولا كذا لا النادي الأهلي فوق أولاده داخل إطار النادي الأهلي مصلحة الأهلي فوق مصلحة كل أبنائه أبنائه يعني إيه أعضاؤه ولعبيه مصلحة النادي مصلحة النادي الأهلي فوق مصلحة أنا مش بقولي الأهلي فوق كل القول أنا حاولي نوضحها لكن بعض الناس من الأسف لا مصلحة الأهلي هي الأول يعني أنا النهاردة بطلب من الكابتن مصطفى أنه يعمل حاجة للأهلي وهو تعبان حيقوم ويعملها طبعا عشان خاطر إيه عشان خاطر إيه عشان خاطر إيه بالأهلي لأنه هو تالما دي فيها مصلحة الأهلي أنا هعملها قبل ما أسأل عن مصلحتي بالضبط كذا لذلك إحنا أنا برا النادي الأهلي أنا ابني من أبناء النادي الأهلي وبرى المنظومة نفسها اللي هي بش المنظومة لا إحنا مش نكون لها على منظومة واحدة وستيسيم واحد ودستور واحد بمعنى أصح لكن أنا بتكلم على جزئية مهمة جدا أنا مش مسؤول داخل النادي الأهلي إنما لما بيطلب مني حاجة بعملها وأنا بعملها سعيد جدا إن الطلب مني أعمل حاجة لبيتي اللي هو النادي الأهلي أنا في مرة حد بيقولي هو مصطفى عبده عنوانه إيه قلت له تلاتة شارع صارح سليم الجزيرة بالضبط هو ده عنوانه مهارس ده العنوان اللي إنت عايز تفعط له مصطفى بقاتله وإن حتى وصله معنى عشان كده ده النادي الأهلي أنا بقولك ليه مصدر السعادة أو توكيل السعادة زي ما بتقاله وده تعبير حلو قوي إحنا النادي هو مين اللي عمل مصطفى عبده؟ مين اللي عمل خطيب؟ مين اللي عمل صالح سليم؟ مين اللي عمل الناس دي كلها؟ النادي الأهلي النادي الأهلي الخير وعلينا كلنا